ولتفاصيل أوف عن هذين الموضوعين ننضم إلينا من القاهرة أستاذة التمويل الدولي بجامعة القاهرة دكتور هشام إبراهيم مرحبا بك أمانا دكتور هشام عبر الشاشة الغد في البداية التوقعات في العام الماضية كانت تشير لها شاشة نمو الاقتصاد العالمي والتزامن مع نقاد قمة مجموعة بريكس لهذا العام ودعوة الرئيس الصيني إلى تحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي ما هي الفرص والتحديات؟ خلينا نشاهد في البداية أن حديث الرئيس الصيني في الوقت الحالي هو يتزامن مع ذات حديثه اللي الحقيقة بنا تذكره جميعا في قمة ديفوس العام الماضي وهو الصين الحقيقة بتسع حسيسا لفتح الأسواق وتحديد التجارة الدولية علشان الحقيقة معدل النمو الاقتصادي يعتفل لأن الحقيقة معدل النمو الاقتصادي والوقت الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الماضية الحقيقة كان بيصيبوا بعض من الضعف فحديث الصين أتصور أنه بيأتي فيه هذا السياق أنه مزيد من تحرير التجارة هيؤدي إلى دعافة معدل النمو الاقتصادي العالمي ما يتعلق بحقيقة مصر واحدونها لهذا الاجتماع بالتأكيد أنه مصر على رغم أنها ليست الدولة الوحيد ضيف هذا المؤتمر إلا أنه وجود مصر بالتأكيد له خصوصية خاصة أنه العلاقة فيما بين مصر والصين على وجه الخصوص علاقات متميزة للغاية حجم التبادل التجاري بيتخطى إلى 10 مليار دولار العلاقة ما بين مصر وباقي دول مجموعة البديكس كان روسيا، الصين، البرازيل، الهند بالتأكيد أيضا علاقات متميزة والحقيقة مصر بتستهدف مزيد من جذب الإسمار من هذه الدول وبالتالي يتصور أنه حضور مصر لهذه القمة سيكون له خصوصية في الوضع ما هي بعد هذا الحضور دكتور هشامو هل ما وصلت إليه مؤشرات الاقتصاد المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤهل مصر حقيقة لعضوية هذا التكتل الاقتصادي؟ ما تحقق حتى الآن من برنامج الإصلاح الاقتصادي يبشر بالخيد خلينا نشيئ إلى أنه معدل نمو اقتصادي الذي تحقق فيه ربع لخيد من العام المالي 16-17 وصلنا إلى 9 من 10% مستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي 17-18 معدل نمو اقتصادي في حدود 5% بالتأكيد ده ممكن خلال عامين القادمين مع انتهاء النامج الإصلاح الاقتصادي أن يصل معدل نمو اقتصادي إلى 6 أو 6.5% بالتأكيد ده يكون أمر مشجع للغاية لمصر كي تقترب من الدخول لمجموعة البيكس خلينا نشيئ لبعض التقارير اللي رشحت مصر بحلول عام 2030 واللي بيبتصك مع استراتيجية مصر 2030 أن تكون من بين أهم 20 اقتصاد على مستوى العالم وأتصور أنه مجموعة البيكس ترصد هذا الأمر بمزيد من الاهتمام وبالتالي زي ما مصر بتسع إلى أن تكون عضو فاعل في مجموعة البيكس أتصور أنه دول مجموعة البيكس تسع أيضا أن تضم مصر خلال الفترة القادمة لكن ده بالتأكيد هيكون راح نمش بس بيه انتهاء بنامج الإصلاح الاقتصادي لكن أيضا تحقيق النتائج ملموسة على قد الواقع سواء ما يتعلق به ضبط عجز الموزن العامة تقليص حجم الدين العام اتفاع مؤدل للنموه الاقتصادي مزيد من تحقيق تجارة ما بين مصر ومختلف الدول للعالم ده بالتأكيد هيؤدي إلى تدعيم موقف مصر وقد بدخولها إلى مجموعة البيكس شكرا أن تزيل لك الدكتور هشام إبراهيم أستاذ تمويل بجامعة القهرة شكرا جزيلا لك شكرا لك